وفي صفحة مهمة من ملف المدن المحررة أفاد رئيس تلاف النصر حيدر العبادي بضرورة عودة أهالي جرف الصخر إليها وسيادة قانون الدولة فيها وبشأن الحل الأمثل للملف قال أن الحل هو الذي عملت عليه عندما كنت رئيسا للوزراء وهو أن نازحين الذين هم في بابل يعودون إلى مناطقهم ويجب أن نتعايش وأن هناك مواطنون يعيشون في هذه المتاقة لهم الحق في أن يعودوا ويشار إلى أنه لا يزال هناك مئات آلاف النازحين لم يتمكنوا من العودة لمناطقهم ضمن محافظات ديالا وصلاح الدين وكاركوك ونينة وابابل والأنبار وذلك لحاجتهم إلى موافقات أمنية حسب رأي وزارة الهجرة فيما تعهدت الوزيرة إيفان فائق جابرو لإعادة جميع النازحين العراقيين بينهم نازحوا منطقة جرف الصخر خلال ستة أشهر مشددة على إبعاد هذا الملف عن المزايدات السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر